السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسباب ثبات الوزن وعدم نسوله في أشخاص بيعانوا أن وزنهم ثابت رغم أن هما بيتبعوا حمية غذائية ورغم كده أن الوزن ثابت على الميزان ما بينزلش وطبعا دي مشكلة بتواجه الجسم وأهم الطرق والإجراءات المستخدمة لمعرفة الوزن الطبيعي اللي هو مؤشر كتلة الجسم PMI وقياس الخصر ونسبة الخصر إلى الوراك وفي طرق تانية أثبتت أن مش شرط أن أنت تكون نزلت في الوزن نزولك في الميزان في حاجات تانية طيب هنتكلم النهاردة عن أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله فسر العلماء الموضوع ده بتفسير مختلف عايزين نفهمه شوية أنا أو أي حد عند اتباع نظام معين في الغذاء بتناول كمية معينة من الأكل بيكسلنا سعرات حرارية أكتر مما نعتقد علشان كده بينصح بعدم اتباع أي نوع من أنواع الحمية الغذائية وعوضا عن ذلك ننتبه للطبيعة العادات اليومية اللي بتسبب زيادة في الوزن وفيه أنواع من الحمية الغذائية بتؤدي إلى الإصابة بالهوس في الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام والاعتقاد أن الوجبات الغذائية بتكون غير كافية ومن أهم العادات اليومية اللي بيقوم بها الفرد وبتسبب له ثبات الوزن وعدم القدرة على فقدان وزنه هو تناول الطعام أثناء الطهي أو أن أنا أبدأ اليوم بشرب كوب من القهوة اللي بيحتوي على سعرات حرارية عالية ومن أبرز أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله واحد عدم ملاحظة خسارة الوزن الأمر ده أكتر شيوعا في الميزان أننا نتبع حمية غذائية وممكن أننا نكتسب بعض الوزن وده بيديقنا جدا ولكن نتيجة لاتباع حمية خاطئة عدم تتبع الفرد لما يتناوله من طعام بمعنى الوعي مسألة هامة جدا في حالة الرغبة في فقدان وخسارة الوزن لازم يكون عندنا مقدار الطعام اللي بنتناوله نكون عارفين كمية السعرات الحرارية اللي موجودة فيه اللي بتساعدنا على خسارة الوزن تلاتة عدم استهلاك كمية كافية من البروتين البروتين طبعا من أهم العناظر الغذائية اللي بتساعد على خسارة وفقدان الوزن وبتكمن أهميتها في التقليل من الرغبة في تناول الطعام أو تناول وجبات خفيفة خمسة الاعتماد على ممارسة الرياضة دون اتباع نظام غذائي ودوت أحد أسباب ثبات الوزن ستة شرب العصائر السكرية لأن الاستهلاك المستمر للمشروبات السكرية ممكن يؤدي إلى منع فقدان الوزن أو ممكن يكون سبب في ثبات الوزن وعدم نزوله في بعض الأحيان وكمان هي بتوفر كمية كافية من الطاقة للجسم وده بيجعل الفرد يستهلك كمية كبيرة من المشروبات دون شعوره بذلك شكرا وادمتم بصحة وعفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته